أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ويزكيهم ويزكيهم والله ذو الفضل العظيم ويزكيهم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آدوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالوالمين قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ جُمْعَةِ فَاسْسَعُوا إِلَى ذِكِّرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْتِ جَارَةً أَوْ لَهُوَا إِنْ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِجَارَةِ والله خير الرازقين